برحب حضراتكم من جديد وخليني أقول لحضراتكم أن لجنة الحكام بالتحاد الكرة استقرت على تجميد الحكم الدولي محمود عشور وإيقافه عن إدارة المباريات لمدة أسبوعين ده ليه؟ ده علشان الحكم نشر تغريدة خاصة بالتحكيم على موقع فيسبوك خلال الأيام اللي فاتت وفيه أصلا قرار من اتحاد الكرة ولجنة الحكام بعدم نشر الحكام أي تعليقات خاصة بأمور التحكيم كده هيتم إيقاف الحكم وعدم حالته للتحقيق يمكن كان محمود عشور طلب من مسؤولي اتحاد الكرة ضرورة الاستعانة برموز التحكيم كابتن جمال الغندور وعصام عبد الفتاح لتولي مقاليد العمل بلجنة الحكام الرئيسية خلال الفترة اللي جاية وكتب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنحترم ونقدر الجميع ونحن أصغر من تقييم من علمونا وأصحاب الفضل علينا ولكن من خبرات ما نتعملنا معهم في إدارة ملف التحكيم أعتقد هذا هو الوقت المناسب لتواجدكم وتعاونكم معنا بصدق ونشر صورة كابتن جمال الغندور وكابتن عصام عبد الفتاح ليك تعليق؟ لا لا التعليق ده إحنا لدينا علامات استفهام كتير جدا واحد طبعا وبصرف النظر عن الأسماء يعني مع كامل احترام لكابتن محمود عشور وكابتن جمال الغندور وغيرهم من الأسماء أنا هنا مش بكلم على أشخاص أنا بكلم على مواقف إحنا تعودنا أنه لا يتم الإعلان على أي عقوبات بيتم توقعها على الحكام وخصوصا أن الوقع دي ما اعتقدش أنها مرتبطة بالنشاط أو بالمسابقات يعني مش نتيجة مشكلة حصلت في مباراة أو خطأ في تطبيق القانون وبالتالي صدرت العقوبة أول قدر الله يكون فيه شبهة ما صدر قرار الإيقاف لمدة إسبوعين حتى بدون تحقيق على أقل تأدير كان ممكن يصدر قرار الإيقاف بدون الإعلان عنه لأنه احنا عرفنا أنه العقوبات الموقعة على الحكام لا يتم الإعلان عنها الحقيقة أنه الإعلان على العقوبة دي تحديدا في هذه الوقع تحديدا وإحنا كنا بنتكلم على مشكلات وعلى مسؤولية لجنة الحكام في المستوى اللي وصل ليه التحكيم المصري ونحن لا نقلل على الإطلاق من إمكانيات حكامنا بالعكس ودائما رغم أخطأهم برضو ما زلنا بنصرع أن احنا بندعمهم لأنه نجحهم جزء كبير جدا من نجاح منظومة الرياضة في مصر لكن العقوبة الموقعة بعد البوست ده أو بعد الكلام اللي كتبه الحكم محمود عشور على صفحاته على فيسبوك يأكد على فكرة ما ينفيش أنه فيه مشاكل داخل لجنة الحكام وأن الموضوع مرتبط أكتر واسمحول يقول بتصفيت حسابات أكتر منها مخالفات تم إقرار عقوبة بسببها الأهم طب ليه ما سمعناش عن عقوبات بيتم توقعها على حكام أخطأه وفيه البعض منهم اعترف بأخطأه دي وأنها كانت أخطأ مؤسرة وأنه فيه أندية في بطولة الدوري على سبيل المثال تضررت وخصوصا طبعا النادي الأهلي وحضراتكم عارفين القصة من تقطأ لسلام عليكم زي ما بيقولوا كده تضررت والحكام اعترفوا بأخطأهم وما سمعناش عن أي عقوبات عشان كده أعتقد أنها علامات استفحام كبيرة جدا وأعتقد أن الوضع ده في ظني وفي تأديري لن يستمر طويلا ترجمة نانسي قنقر